السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابع الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا إذن إخواني أخوتي في هذا الفيديو سنرى كيف فرنسا تغادر المملكة المغربية الرسميا ونرى كون الدولة لعوضات المكان ديال فرنسا في المغرب فبقوا معي الإخوان موضوع شيق جدا رجائي منكم كالعادة أنكم دعمونا اللايك والبرتاج كذلك الاشتراك وكتابة التعاليق فعلى بركة الله نبدأ وأصول بالموضوع فرنسا اللي هي واحدة دولة حقيرة جدا وسيجيل من الجرائم دي الاحتلال والصريقات دولة اللي قامت على أقوات الشعوب الإفريقية وبنت الدولة ديالها بجماجم الضعفاء لكن اليوم كل الشعوب تاروا عليها وأخرجوها من بلادهم فرنسا معروف عليها الغدر غدرت العهد مع الأهداء غدرت المستعمارات ديالها خرجت من مستعمارات وخلت اللغة ديالها بجدائما يبقوا متشبتين فيها فاليوم المغرب كيتخلص منها وكتغادر المملكة المغربية الشريفة فالمغرب بدأ كيتخلص من فرنسا والتبع يد الفرنسا من يوم الاتفاق الثلاثي واللي كان ما بين ثلاثة ديال الدول المغرب وأمريكا وإسرائيل هنا هاد الاتفاق حول العلاقات الأمريكية المغربية إلى واحد المستوى آخر فاليوم صافي ما بقاتش عند فرنسا البلاصة في المغرب المكان اللي كان تمول فعله فرنسا في المغرب ما بقاش فكان البعض اللي غدي يقول بلي المكان ديال فرنسا خداتوا اليوم إسبانيا نظرا للعلاقات الجيد جيد طيمة بمع إسبانيا ولكن داك الشارك الاقتصادي والتجاري فأمريكا هي اللي عوضت فرنسا يعني باي باي لفرنسا في المغرب كان تواريخ وكان أرقام واللي غدي تتبت هاد الكلام يعني من 2022 الاستثمارات الفرنسية فشت المجالة يعني كل أنواع دي الاستثمارات الفرنسية في المغرب وصلت ل 339 مليون دولار في المقابل في نفس السنة الاستثمارات الأمريكية وصلت إلى 761 مليون دولار يعني إخواني أخواتي رأى أكتر من جوج ديال المرات فهذا الرقم رأى ماشي سهل وهذا الرقم رأى كاريتة بالنسبة لفرنسا علاج لأن المغرب رأى كان مستعمرة سابقة لفرنسا يعني فرنسا كانت قطعتها بالمغرب حديقة خلف يد الاستثمارات ديالها في المغرب فاليوم أمريكا رأى عوضات فرنسا أو طردات فرنسا من المغرب كتجي من مورها بريطانيا واللي حتى هي دخلات المغرب باستثمارات مهمة جدا 292 مليون دولار الإمارات كذلك دخلات المغرب باستثمارات هولندا كذلك فأمريكا كانت مصممة أنها تحيد فرنسا من إفريقيا يعني قدي تحيد الجو دول الفرنسية من إفريقيا ورها بدت فعلا كنشوفوا دول ترضو فرنسا من إفريقيا عقب النهب والصارقة ديالفرنسا وترضوها كذلك نشوفوا أن فرنسا دخلات يعني واحد الاستثمارات مهمة في المملكة المغربية الشريفة وترضات فرنسا يعني كليا فرنسا دائما عندها واحد العقدة مع أمريكا دائما كتحس بالنقص لأنها كتعتبر أمريكا قوة يعني قوية عليها دولة قوية كذلك اللغة الأمريكية يعني الإنجليزية رأها عالميا وأهم اللغة الفرنسية اللي زاد من خروج فرنسا من المغرب هو التوطر العلاقات المغربية الفرنسية العلاقة الديبلوماسية ومما أدى إلى توطر العلاقة في كل مجالات الديبلوماسية المغربية ركنت واضحة يعني اللي يعطينا موقف واضح فمارحبا بالشاركات والاستثمارات في بلادنا أما اللي عندو شي موقف ضبابي فلما وش طابة ليقع البحر فهنا إخواني أخواتي العلاقة الأمريكية عوضت تجاريا أمنيا عسكريا واقتصاديا وما ننسوش كذلك بلدي المغرب هو من أول أو من دول أولى العربية لأمريكا أعطاته صفة شارك يعني خارج الحلف الأطلسي فاليوم صافي أمريكا حيضات فرنسا من الطريق راه المغرب حتى اللغة الفرنسية بدك يتخلص منها فابتداء من الموسم القادم المغرب غد يعتمد على اللغة الإنجليزية يعني كلغة تانية عوض اللغة الفرنسية وحتى الإدارات يعني الإدارات العمومية والإدارات الخاصة بالمملكة المغربية الشريفة يعني ممنوع اللغة الفرنسية وغد يتعتمد اللغة العربية واللغة الأمازيغية فهذه راه ضربة قوية للفرنكثونية لأن فرنسا راه خرجت يعني خلال الاستقلال خرجت من المستعمارات ديالها ولكن خلت اللغة ديالها باش دائما هاد الدول يبقى ملحق تابع لها ايدا فرنسا سفي جمعات الحقائب ديالام المغرب والاتفاق ديال نوفمبر الفين يعني وعشرين راه وصلت العلاقات المغربية الامريكية الى واحد المراحل متقدمة جدا لو لاها خاصة المغرب يعني سنة سنوات طويلة باش يوصل لهاد يعني هاد درجة من العلاقات فالحاجة اللي كتضحكنا اخواني اخواتي من اللي كتخرج للجارة الشرقية وهما شايفين فيهم وصلت العلاقات المغربية الامريكية من تقدم وكيقولوا بالإدارة الجديدة ديال جوبا ايضا غادي تسحب الاعتراف بالسيادة يعني الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على كامل ترابه فهنا كيبرهنوا على الغباء ديالهم راهدوا راه أحلام ليقضاء ولكن هاد دولة هي متأكدة ان امريكا ما غاديش تسحب الاعتراف ديالها ولكن هما دائما كيروجوا بحال هاد الاخبار من اجل الاعطاء يعني واحد الامل للمحتجزين ديال تندوف ومن اجل كذلك المباردعين كذلك ما غاديش يتقبلوا الواقع ما بغوش يتقبلوا بالامريكا اعترفت بمغربية الصحراء ومنهم اللي مزالين ممستوعبين شكيفاش هاد الجرأة اللي وصلت لها المملكة المغربية الشريفة كيفاش المغرب كيتعامل مع فرنسا ند للند كيفاش المغرب كيتحدى فرنسا فرنسا اللي كانت مستعمرات سابقا ولكن هناك تبان قوة الدبلوماسية المغربية وبلل المغرب ديال الامس ليس هو مغرب اليوم وكذلك كان خرج سيد ناصر بوريطا وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة بطبعة الحال بتعليمات من الملك محمد السادس حفظه الله وقال لهم بلل المغرب اليوم ما كيهموش القرب يعني الدولة القريبة ما بقادش مهمة عند المغرب المهم هو المواقف والمهم هو الخروج من الضبابية وها هو اليوم المغرب كينفذ هاد الكلام على ارض الواقع وها هو اليوم المغرب الشرك الاقتصادي الاول ديال امريكا يعني الشرك الاول اجنبي لامريكا فرنسا راه غير كتشوف كتلاحدو كتراقب ومتخوفة وشفنا كيفاش 94 برلا ماني فرنسي وكيحملوا المسئولية ايمانويل ماكرون قالوا ليه اش درتي راحوا رجع للعلاقات الفرنسية المغربية وكيقولوا لي ضروري تشوف شي حل ما يمكنش تقارنما بالمغرب والجزائر خاصك تطارف بمغربية الصحراء كذلك شفنا الرئيس السابق الفرنسي ساراكوزي منلي خرجه وقال باللي انت افشل رئيس راك ضيعتي شارك تاريخي ضيعتي حالف تاريخي وعلاقتنا به او تقبي العلاقة مع الجزائر فماكرون هو عارف هاد شي مزيان وعارف باللي غادي يضر مصالح فرنسا يعني بهاد المواقف ديال وراه ضد مصالح فرنسا فعلا ما ادون الخروج ديال هاد البرلمانيين الفرنسيين والخروج ديال ساراكوزي هاد غير خطة يعني في هاد الوقتها بالضبط راها خطة باش اللي إليزي تحافظ على ماء الوجه ديالها باش ما يقولوش راه المغرب ركع فرنسا وبلي ماكرون من اجل الضغوطات اللي تضغطوا عليه يعني بحال البرلمان الفرنسي وساراكوزي يعني بزاف دي المؤسسات الفرنسية باش رجع للمغرب واعترف بمغربية الصحراء هنا المغرب راه تتعامل مع فرنسا فهنا فرنسا او ماكرون ما بغاش يرجع للمغرب يعني مدلول وهو بطبيعة الحال راه مدلول ولكن بغي يحافظ شوي على جزء من الكرامة دياله بمعنى يرجع ويقولو بلي سبب ضغوطات يعني الفرنسي على ايمانويل ماكرون ودك الشي باش رجع للمملكة المغربية وراه تدخل برلمان الفرنسي وتدخل رؤساء حدا ماكرون ارجع للمغرب اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة شكرا حسن المتابعة والسلام عليكم وبركاته